نحن جاينا هون معدرين دي الوقفة بنا للمحكمة التجارية فتحت والمحاكم كاملين فتحوا من يوم 15 في الشهر العاشر ورافات وطر رئيس يسواه وشنه ورافات خلقت ما يجلسه وحده اسمعته وبنا اننا جاينا لحزاب نهار نذلين اسمعنا بهذا التحاوى يم التشاورية اللي هي عدرو اسمعته جاينا وجاينا جميع الحزاب وقسمنا لها الرسائل مناش دينا اننا تطرح قضيتنا لرئيس الجمهورية رئيس الجمهورية جاينا ما بقى حد ما جايناه فيياك يحسوا مع انه قاعه وحاس لان احنا نهار لول جاينا لداره يقر معامي راسه عن قضيةنا يقول له يا سيد الرئيس قضية ما يحلها القضاء ولا يحلها شيء ما هو تهو اللي لا يتحلها وانت هو هو اللي تقدر تسويها لا يتود الدار تسويها نحنا ما نطم من دار الخلق كامل المتبارك ما تسوي قضاياه نحنا يا أسر من الخلق 2013 واقش مستجرين عند العدالة و48 مليار فيها 7 مليارات مرفضة 41 مليار دين مؤكد عند المحكمة التشارية واتموا عندكم الرخصة لكن يا قلتونا عند الشيخ الرضا وقلتوا عنها تسوي 48 مليار هذه الرخصة تولاوها يا سيد الرئيس واطل هذو مخالق مولانا هذو العليات وهذو الرجالة اللي ما عندهم خمسة ولا عشرة سوولهم قضيتهم نحنا ندار حيواننا ندار حيواننا ما عندنا خمسة ولا عشرة جميع مرداء كاملين سمعت واندار حيواننا واندار ديارنا يعطوها لنا والله يعطوه لنا فبوتنا سمعت يصاولنا مشكلتنا أنه لا ينتموا ساكتين ما هو خالق الشيخ الرضا وراء وراء 20 حيط داكوا ما هو خالق الشيخ الرضا ما هو خير منا هو إلا مواطن ونحن مواطني ندار ديارنا وندار فبوتنا هاي الدولة ما لا يتم ساكت بسيفة لا يعقبها يفجر هي قنبولة دورة فجر يعطونا فبوتنا ويعطونا العافية نحن مقابلين حيواننا مقابل جارنا وعدنا مشردين وعدنا ينجالنا أنداري نشيخ الرضا المشردين خاصنا لا ينقيسوا الحدود لنا قعدوا فيهم حيواننا عدل بلد من الساكري وشينا الدولة وما سلعنا بدورة حيواننا ما عدلنا دولة كنا في دولتنا إذا يجبونا على أصر الفوليس يرفعونا ويبطونا ويودا كمرونا يعني بلتنا نداروا حقوقنا نداروا حقوقنا نداروا حيواننا نداروا جارنا ونداروا فضلتنا اللي هو اللي نداروا الواياة أخرى ما نداروها كافي من الظلم وكافي من تشرد هذو النساء وكافي من اخسار قراءة أولادهم وكافي من حالهم استعادوا ساكنهم في الشوارع وكافي من الظلم وبهم قلت العدالة عن هذا يلطوا يشوفوا عن الرحمة وعن الرضا بهذا يوجع القرب بهذا ما يسكت عنه رئيس إلا هو اه اه اشي قال هو قاع الامبيرات اللي في تفرق زينة أعطاهم حق ما هو لهم أعطاهم الديار وبلع لهم البيوت في النبلوات وعطا التآذر للناس اللي ما هي فاصلة فيه اللي ما لا ما يعطا الشيخ الرضا اللي بقا مشراجين في المباديات ما عندهم سكن وخسرت قرأي توليادهم عن هذا ما يتواسع وعنه طاربين وعنه يغير هل يغيروا وليح يفتح قضية الشيخ الرضا ونوفاهم افترنا 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 افترنا